بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي والدي آدم عظم الناس خلقا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله طالبات وطلاب الصف الثالث الثانوي وزادكم الله من فضله درسنا لهذا اليوم في الدوائر الكهربائي البسيطة رح نتعرف على الدوائر التوازي الكهربائية أيضا سوف نتعرف على الدائرة مهمة وتعتبر أحد الدوائر الكهربائية الأساسية في الإلكترونيات وتوجد في معظم الدوائر التي يستخدمها مهندس الكهرباء منها أجهزة الاستشعار المجسات مثل المقاومات الضوئية حيث تختلف مقاومتها باختلاف كمية الضوء الصاقط عليها هذه الدائرة تسمى دائرة أحسنتم دائرة مجزء الجهد ما هي هذه الدائرة وما هو المعادلة المستخدمة في هذه الدائرة مجزء الجهد سوف نتعرف عليها بإذن الله في درسنا لهذا اليوم أيضا تعرفنا على أن الأجهزة الكهربائية إما تكون توصيلها على التوالي أو على التوازي بالنسبة للأجهزة الكهربائية الموجودة في منازل أو في المباني مثل المصابيح والمكيفات فإنها توصل على التوازي وليس على التوالي لماذا؟ إذن نلاحظ أن التيار الكهربائي إذا كان يمر في دائرة التوازي إذن حيث نلاحظ أن دائرة التوازي هنا تحتوي على أيها عدد من المسارات للتيار الكهربائي فلو تلف أحد الأجهزة وتعطل أحد الأجهزة ماذا سوف يحدث للتيار؟ هل سوف يتأثر التيار؟ إذن لا يتأثر التيار ولا يتأثر الأجهزة الأخرى ولا يتوقف مرور التيار كربائي عن الأجهزة الأخرى كما في دوائر التوالي أيضا بما أن المقاومة المكافئة سوف نلاحظ في درسنا لهذا اليوم أن قيمتها أقل من أي مقاومة وبالتالي التيار مقاومة قليلة إذن سيكون التيار بارك الله فيكم إذن هنا سيعطيني أيها التيار عالي وبالتالي الطاقة الكهربائية المستهلكة سوف تكون أقل وأيضا نساعد ذلك على تقليل من قيمة الفاتورة المدفوعة سوف تنعرف بإذن الله على هذه الدائرة دائرة التوازي وقيمة المقاومة المكافئة في درسنا لهذا اليوم نبدأ بمراجعة لما سبق مراجعة 8.1 صفحة 233 عندنا يقولك تحتوي دائرة التوالي على أربع مقاومات إذن أربع مقاومات موصلة على التوالي التيار المار في أحد هذه المقاومات 810 ميلي أمبير ما هو التيار الذي يولده المصدر؟ دائرة التوالي إذن التيار كهربائي نلاحظ أبارك الله فيكم نفسه ثابت لذلك سوف يبقاكم 810 ميلي أمبير السؤال رقم 30 في تقويم الفصل لماذا تنطفي جميع المصابيح الموصلة على التوالي إذا احترق أحدها؟ عندنا إذا كان عدد من المصابيح الكهربائية موصلة على أيها التوالي فعندما يمر تيار كهربائي ويحترق أحد هذه الأجهزة فإن هنا ينقطع مرور التيار كهربائي ولا يستطيع أن يكمل مساره وبالتالي سوف ينقطع مرور التيار في الأجهزة الأخرى إذن لأنه عندما يحترق أحد المصابيح ماذا سوف يحدث؟ أيها ينقطع مرور التيار إذن سوف تفتح الدائرة وتنطفي المصابيح الأخرى عندنا السؤال 53 إذا كانت قراءة الأميتر في الشكل 814 تساوي 0.20 أمبير إذن عندي قراءة الأميتر ما نقصد بالأميتر؟ أي ويقيس التيار كهربائي إذن التيار مقداره أحسنتم 0.20 أمبير المجهول هنا عندي الفقرة الأولى ما مقدار ماذا؟ المقاومة المكافئة عندي المقاومة الأولى 22 أوم والمقاومة الثانية 15 أوم موصلة في دائرة أي ودائرة التوالي إذن كيف نوجد المقاومة المكافئة؟ بارك الله فيكم نقوم بعملية الجمع أحسنتم إذن 22 زائد 15 يعطيني 37 أوم المجهول الثاني إذا طلب الجهد جهد المصدر ما هو رمزه؟ أحسنتم V كيف نوجد ال V؟ ناخذ أي وممتاز التيار I ونضربه في قيمة المقاومة المكافئة أحسنتم إذن V يساوي IV 0.20 ضرب 37 راح يطيني 7.4 فولت عندنا أسئلة التحصيل ثلاث مقاومات متماثلة قيمة كل منها ثلاثة أوم تشكل دائرة كهربائية على التوالي فرق الجهد بينها 18 فولت المقاومة المكافئة لهذه المقاومات ثلاثة أوم وعددها ثلاثة بارك الله فيكم إذن بما أنها متماثلة إذن نضرب العدد في قيمة المقاومة أو نقول ثلاثة زايد ثلاثة زايد ثلاثة يعطيني أحسنتم 9 أوم الفقرة الثانية الجهد بين طرفي أحد هذه المقاومات كيف نوجد الجهد؟ V ماذا يساوي؟ إذن عندنا طبعا طريقتين أحد الطرق ممكن تقول V تساوي I في R أحسنتم كم قيمة التيار؟ إذن V I تساوي V على R ال V كم عندي؟ 18 والمقاومة المكافئة 9 إذن يعطيني 2 أمبير 2 أمبير هذا التيار كيف نوجد الجهد؟ أضرب أي والجهد في أحد المقاومات إذن أحد المقاومات مقدارها 3 إذن نضرب أحسنتم 2 في 3 يعطيني 6 فولت أهداف درسنا لهذا اليوم سوف نصف دائرة مجزء الجهد ودوائر التوازي الكهربائية سوف نحسب كل من التيار والهبوط في الجهد والمقاومة المكافئة في دوائر التوازي الكهربائية مفرداتنا مجزء الجهد دائرة التوازي المقاومة المكافئة لدائرة التوازي عندنا يقول لك سؤال عند مرور تيار كهربائي في أي دائرة يجب أن يكون مجموع التغيرات في الجهد عبر كل عناصر الدائرة صفرا توافق على هذه العبارة أو لا توافق مع التبرير مثلا عندنا هنا الدائرة موجودة في الشكل جهد الذي يولده المصدر كم يساوي أيوة 15 فولت بارك الله فيكم إذن هنا الجهد 15 فولت هذا الجهد الذي أيوة يولده المصدر اللي هو مصدر الطاقة الكهربائية سوف يقل جزء منه في المصباح الأول فلو كان المصباح الأول أخذ لي 8 فولت إذن المصباح الثاني سوف يستهلك أحسنتم 7 فولت إذن 8 زائد 7 ممتاز 15 إذن 15 ناقص 7 ناقص 8 بارك الله فيكم يساوي صفرا إذن نوافق على هذه العبارة لماذا؟ لأن المولد اللي هو البطارية قامت ب بارك الله فيكم رفع الجهد الكهربائي هذا الرفع يساوي ماذا؟ ممتاز مجموع النقصان اللي هي فيه الجهد الناتج عن مرور تيار في جميع أيوة أجزاء المصباح الكهربائي أو إذا كان عندي مقاومات الدائرة إذا المجموع الكلي للتغيرات في الجهد ماذا يساوي؟ أحسنتم يساوي صفر دائرة مجزئ الجهد سوف ندخل معمل افتراضي نكوننا دائرة نستطيع من خلالها تجزئة الجهد ما هي هذه الدائرة؟ وكيف قامت بتجزئة الجهد؟ عندي دائرة كهربائية مثل ما هو واضح بطارية جهدة 20 فولت وهذه 1 كيلو أوم ماذا نسميها؟ ممتاز مقاومة راح نضيف مقاومة ثانية مثلا أخرى 10 كيلو أوم نوصلها على هذه الطريقة أحد اللي والأقطاب في القطب الآخر إذن هنا نسميها طريقة ماذا؟ مبارك الله فيكم توصيل على التوالي إذن قمنا هنا بتوصيلها على ماذا؟ على التوالي لكي نعرف كيف هذه المقاومة قامت بتجزئة الجهد كيف نقيس الجهد؟ أحسنتم بمقياس اللي هو الفولتميتر إذن راح نسحب الفولتميتر نوصل دائما الفولتميتر كيف يوصل؟ بارك الله فيكم على التوازي إذن أحد أقطابه سوف يوصل بقطب المقاومة والقطب الثاني أيضا بقطب المقاومة نقرأ قيمة الجهد في هذه النقطة كم يساوي؟ 18.2 فولت بارك الله فيكم إذن هنا حصلنا على جهد أقل من الجهد أي جهد البطارية وبالتالي استطعنا ماذا؟ إنتاج جهد بقيمة أي وأقل من بطارية ذات جهد كبير هذه الدائرة ماذا تسمى؟ بارك الله فيكم تسمى مجزء الجهد إذن إذا جئنا نعرف مجزء الجهد عبارة عن ماذا؟ دائرة شنوعها؟ بارك الله فيكم دائرة توالي فيما تستخدم؟ قامت بي اسمها إذن فعلا أنتجت جهد بيمين بقيمة أنا أحتاج لها من بطارية جهدها أي وأكبر من الجهد المنتج حيث عندنا هنا مثلا في المعمل طلع لي الجهد 18.2 فولت بينما البطارية جهدها 20 فولت إذن نعيد نسوي تعريف لمجزء الجهد عندنا هنا بطارية مثل ما واضح الشكل وصلناها بممتاز مقاومتين طريقة التوصيل على التوالي بارك الله فيكم إذن مجزء الجهد يعتبر أحد التطبيقات على دوائر التوالي الكهربائية فيما تستخدم؟ تستخدم الإنتاج أي وإنتاج جهد من ماذا؟ من بطارية أو مصدر جهد وش فيه هذا البطارية يعتبر؟ إذا قارنت بين VB وV المصدر ممتاز ستكون فيه المصدر أكبر إذن من بطارية ذات جهد كبير أو أكبر يعني بالنسبة لمين؟ أكبر بالنسبة لجهد اللي هو المجزء الجهد نعيد التعريف مجزء الجهد هو دائرة بارك الله فيكم دائرة توالي تستخدم الإنتاج أحسنتم جهد هذا الجهد ننتجه في حال حسب القيمة المطلوبة من مين؟ من بطارية بارك الله فيكم بذات جهد كبير ما هو معادلة مجزء الجهد؟ من قانون أوم سوف نستنتج المعادلة ونستنتج قيمة مين؟ VB في البداية عندي التيار I من خلال الدائرة موجودة ماذا يساوي؟ قانون أوم I يساوي أحسنتم دائما نقسم الجهد على المقاومات عندي مقاومتين إذن مقاومة المكافئة لهم بمأنهم على التوالي بارك الله فيكم راح ماذا؟ نقوم بعملية الجمع إذن I يساوي V على R A زائد R B طيب إذا أردنا VB من هنا VB ماذا يساوي؟ التيار المار فيها ممتاز I في المقاومتها بارك الله فيكم R B إذن VB تساوي أحسنتم I في R B طيب نعوض بقيمة I أوجدنا ال-I ال-I ماذا تساوي؟ V على R A زائد R B إذن نقوم ب إذن اللي هو نشير ال-I ونعوض قيمتها V على R A زائد R B إذن من هنا نقدر نقول VB تساوي V على أيوة V ضرب R B على R A بارك الله فيكم على R R A زائد R B إذن من هنا نستطيع انستنتاج قيمة أو حساب قيمة مين؟ الجهد الذي قمنا بماذا ب A وإنتاجه على حسب قيمة تعتمد على مين؟ على حسب القيمة المربوطة اللي هي R B وأيضا يعتمد على قيمة بارك الله فيكم R A وأيضا يعتمد على جهد المصدر اللي هو V من استخدامات مجزء الجهد عندي جهاز هذا الجهاز يسمى المجس أيوة المقاومات الضوئية إذن عندنا المجسات مثل المقاومات الضوئية هذا المجس يصنع من مواد شبه موصلة مثل السيليكون أو كابريتيد الكاديوم نلاحظ أن مقاومته تعتبر إذا سقط عليها الضوء مقاومته تختلف عن مقاومته إذا كان في مكان معتم إذن مقاومتها تعتمد على كمية الضوء الساقط عليها فيما تستخدم هذه المقاومات الضوئية تستخدم في قياس أخذناه فيزيو أي وليهو في بداية الفصل كتاب فيزيو ثلاثة مقياس كمية الضوء الساقط وتعتبر اللي سمناها من الاستضاءة عندي المثال واحد صفحة 227 وصلت مقاومتان بإذن الله طبعا هنا مسائل المقاومات تحلونها قبل ما نصل الحل أظنكم يعني بإذن الله خلاص استوعبنا اللي هو فكرة مسائل المقاومات وصلت مقاومتان كل منها 47 و 82 على التوالي بقطباي بطارية جهدها الجهد أي وفي احسب التيار مباشرة عندي جهد ومقاومة التيار قانون اوه محسنتم اي ماذا تساوي اي ومتاز في على ار بما أن عندي مقاومتين إذا نقوم موصل على التوالي أقوم بماذا بارك الله فيكم بالجمع إذن اي تساوي في على ر اي زايد ر بي قمنا بعملية الجمع أوجدنا قيمة ال اي وحدة ال اي التيار مبارك الله فيكم امبير النقطة الثانية فقرة بي مقدار الهبوط في الجهد في كل مقاومة أيضا قانون اوم اللي هو الجهد في باند يساوي احسنتم ال اي في ال ار فإذا كنت براحة اطلع التيار في المقاومة الأولى إذن اخذ مين ار واحد وإذا كنا نرح المقاومة الثانية نرحل قيمة مين ار اثنين اي هل تتغير احسنتم لا تتغير لماذا بارك الله فيكم لأنها دائرة توالي كما وجدنا ال اي بارك الله فيكم صفر فاصلة ثلاثمية وتتسعة واربعين من الف إذن تعويض مباشر ال في ساوي اي في الار عوضنا يطلعنا الجهد الاول اللي هو في اي ستتعش فاصلة أربعة فولت والجهد الثاني ثمانية وعشرين فاصلة ستة فولت عندنا تطبيق سؤال من نماذج التحصيلي مجزء الجهد من التطبيقات المهمة للدوائر الموصلة على التوالي التوازي أو ممكن تكون التوالي والتوازي مع بعض أو التعامد بارك الله فيكم إذن فقرأ الف التوالي عندنا الجزء الثاني من درسنا لهذا اليوم اللي هو دائرة التوازي أيضا سوف ندخل معمل الافتراضي نكون دائرة التوازي الخطوة الثانية راح نحسب قيمة التيار في كل مسار وقيمة الجهد في كل مسار الخطوة الثالثة سوف نقوم بإزالة أحد المقاومات نلاحظ على التيار المار في كل مسار والتيار الكل إذن عندنا هنا نكون دائرة كهربائية اللي هي نوعها دائرة توازي طبعا طبعا الموجود الموجود عندنا مثلا هذه الدائرة تحتوي على بطارية جهدها 100 فولت يتصل بي علشان نقص التيار الكل إذن أميتر بمفتاح المقاومة الأولى 24 كيلو أوم ومقاومة ثانية 9 كيلو أوم والمقاومة الثالثة 6 كيلو أوم وصلنا في كل مسار جهاز الأميتر لكي يقيس التيار في كل مسار نقوم بإيصال كل طرفين مسار بالطرف الآخر لنحصل على دائرة تحتوي على عدد من المسارات إذن دائرة التوازي نقوم بغلق الدائرة الكهربائية طبعا هنا إذن عندنا 24 كيلو أوم وصلت على التوازي مع 9 كيلو أوم على التوازي مع 6 كيلو أوم التيار سوف يخرج من القطب الموجة إذن نغلق الدائرة نلاحظ التيار الكلي يقيس الجهاز الأول إلى ميتر الأول كم يساوي 31.9 ملي أمبير يتجزأ هذا التيار ويمر أحده في المقاومة اللي هو 9 كيلو أوم و 6 كيلو أوم إذن عندي ثلاث مسارات سوف تتجزأ فيها التيار 31.9 هي نفسها 4.17 المسار الأول زائد أي 11.1 اللي هو تيار المسار الثاني المار في الجهاز اللي هم قاومة الثانية زائد 16.7 ملي أمبير إذن إذن التيار كله يساوي آي 1 اللي هو 4.17 زائد آي 2 11.1 زائد آي 3 كم يساوي 16.7 رح يعطيني 31.9 ملي أمبير إذن هنا نلاحظ في دائرة التوازي أن الآي الكلية تساوي آي 1 زائد آي 2 زائد آي 3 طيب نشوف فرق الجهد الفي إذن رح نذهب إلى المجلدات لإيش المقاييس لكي نحسب فرق الجهد إذن رح نستخدم جهاز بارك الله فيكم الفولتاميتر إذن عندنا المقاييس الفولتاميتر كيف يوصل مع المقاومات على التوالي ولا التوازي بارك الله فيكم على التوازي إذن نربط طرفيه بطرف المقاومة ونشوف الجهد هنا كم عندي طلع لي 100 فولت المقاومة 6 كيلو أوم أيضا أربط طرفيها بفولتاميتر لكي يقيس فرق الجهد أيضا ألاحظ أن 100 فولت كذلك المقاومة 9 أوم لاحظنا أيضا فرق الجهد يساوي 100 فولت إذن هنا الجهود في دائرة التوازي في كل المسارات أي وممتاز متساوي إذن V المصدر هي نفسها V1 لفرق الجهد في الدائرة في المسار الأول يساوي V2 يساوي V3 لأن هنا الدائرة دائرة التوازي الخطوة الثالثة قلنا راح نشيل أحد المقاومات ونشوف ماذا يحدث للتيار إذن التيار عرفنا أنه مجموعة للتيارات بينما الجهود متساوية شلنا 6 كيلو أوم سوف نقوم بحذفها نلاحظ أن التيار المار 11.1 لم يتغير وأيضا التيار المار في المسار الثاني لم يتغير 4.17 لكن ما الذي تغير تغير التيار الكلي الذي أصبح بدل أيوة تغير إلى كم 15.3 ملي أمبير إذن عندنا دائرة التوازي نلاحظ من الشكل كم تحتوي على هل هي مثل دائرة التوازي لمسار واحد بارك الله فيكم إذن تحتوي على يخرج التيار سوف يتفرع المسار الأول والمسار الثاني والمسار الثالث إذن هنا دائرة التوازي تحتوي على ثلاث مسارات إذن دائما دائرة التوازي ليست مثل دائرة التوازي لمسار واحد للتيار بل أكثر من مسار إذن نقدر نعرف دائرة التوازي دائرة تحتوي على مسارات متعددة لقيمة من التيار الكهربائي ماذا نلاحظ على قيمة التيار في كل مسار هنا هنا التيار الأول مثلاً وفي الدائرة السابقة 4.17 ميلي أمبير 11.1 ميلي أمبير 16.7 ميلي أمبير إذن هل هي متساوية؟ بارك الله فيكم إذن هي غير متساوية حيث المقاومات مختلفة التيار الكلي عبارة عن مين؟ 1.9 عبارة عن مجموع ممتاز التيارات كل المسارات طيب قيمة الجهد نلاحظ أن الجهد 100 هنا و100 أيواء إذن الجهد يعتبر ماذا؟ متساوي في دائرة التوازي الكهربائية طيب عند فاصل مقاومة مثلاً 6 كيلو أم عندما قمنا بحذفها ماذا لاحظنا على قيمة التيار؟ 11.1 وظل أيضاً 11.1 المار في المقاومة 9 كيلو أم التيار الثاني 4.17 المار في المقاومة 24 كيلو أم إذن تيار المار في كل مقاومة لم يتغير بارك الله فيكم حيث أن المقاومة لم تتغير وفرق الجهد أيضاً ثابت لذلك بقي التيار مثل ما هو لكن ما الذي تغير؟ أحسنتم التيار الكلي ماذا حدث له؟ نقص أم زاد ممتاز قلة التيار الكلي إذن عندما نفصل المقاومة 6 كيلو أم هل تغير التيار المار في المقاومة 9 كيلو أم و24 كيلو أم؟ بارك الله فيكم إذن نفس القيمة السابقة إذن لم يتغير حيث يعتمد التيار مثل ما أخذنا في قانونهم على فرق الجهد وقيمة المقاومة فرق الجهد لم تتغير وأيضاً قيمة المقاومة لم تتغير بينما التيار الكلي ممتاز إذن تغير حيث أصبح فقط مجموعة التيارين في المسارين إذن عندي 4.17 زائد 11.1 ما هو قانون المقاومة في دائرة التوازي؟ طبعاً أخذنا قبل شوي اللي هو في دائرة التوازي عرفنا أن التيار الكلي يساوي التيار المار في المسار الأول زاد التيار المار في المسار الثاني زاد التيار المار في المسار الثالث قانون أوم التيار آي ماذا يساوي؟ V على R بارك الله فيكم إذن V على R المكافئة تساوي V على R A زاد V على R B زاد V على R C نلاحظ أن فرق الجهد هو نفسه إذن نختصرها مع بعض يبقالي واحد على بارك الله فيكم R يساوي واحد على R A زاد واحد على R B زاد واحد على R C إذن مقلوب المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب المقاومات المفردة فلننسى إذا كان عندي مقاومات مربوطة على التوازي كيف نوجد المحصلة؟ مثلا إذا كانت ثلاثة مقاومتين ثلاثة نقول واحد على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة إذن نقوم بعملية ماذا؟ جمع مقلوب المقادير وليست مثل دائرة التوالي نجمعها مباشرة ثلاثة زائد ثلاثة طيب هنا الكسور إذا رح يكون المقام نفسه ثلاثة وواحد زائد واحد اثنين هذه واحد على R إذن آخر خطوة يجب أن أوجد R ما ننسى إذن ثلاثة على اثنين إذا مباشرة نجمع الكسور ثم نقوم في الآخر خطوة ما ننساها اللي هي نقلب الكسر لنحصل على المقاومة المكافئة R ورح نأخذ تطبيقات حسابية نلاحب على أن قيمة المقاومة بما أنها واحد على إذن هل هي صغيرة أم كبيرة؟ بارك الله فيكم إذا قيمة صغيرة وبالتالي تعتبر أقل من أي مقاومة مفردة وبما أن المقاومة قليلة إذن التيار بارك الله فيكم راح ماذا؟ أي ويزيد التيار الكهربائي مقدار التيار أخذناه في قانون أوم نتذكر القانون مع بعض آي ماذا يساوي؟ ممتاز V على R حيث R إذا كان عندي عدد من المقاومات ممتاز نأخذ المقاومة المكافئة إذن فرق الجهد المصدر مقسوما على المقاومة المكافئة نأخذ هنا عندنا سؤال مسألة صفحة 233 سؤال رقم 12 بإذن الله تكونون توصلون الحل 120 و60 و40 على التوازي هل نجمع أو نقول مقلوب؟ بارك الله فيكم إذن مقلوب 1 على 120 زايد 1 على 60 زايد 1 على 40 لما نطلحها بالآلة وظهرت لي 1 على 20 إذن هل R 21؟ ممتاز إذن نقوم بعملية القلب بارك الله فيكم إذن نقلبها فتكون R تساوي 20 أوم هذه هي المقاومة المكافئة الفقرة B المطلوب التيار الكهرباء الكلي المار في الدائرة رمز التيار أحسنتم الآي الآي ماذا تساوي؟ أيوة فرق الجهد ممتاز على المقاومة المكافئة اللي ضلعناها قبل شوي 20 أوم بارك الله فيكم بداية 12 على العشرين يطلع لي 0.60 أمبير النقطة اللي بعدها في فقرة C التيار المار في كل مقاومة إذن نفس الكلام A يساوي V على R بدل ما ناخذ R الكلية ناخذ بارك الله فيكم كل مقاومة على حدة إذن 120 على أيوة الاربعين و120 على الستين ممتاز طبعا هنا الجهد عندي 12 إذن 12 على 120 الجهد على المقاومة الأولى و12 على الستين و12 على الاربعين يطلع لي التيار المار في كل مقاومة يقول لك هنا تختلف التوصيلات على التوالي وعلى التوازي في كيفية تأثيرها في دوائر الإضاءة طبعا هنا دخلنا المعمل الافتراضي وكوننا دائرة توالي هذه الدائرة التوالي فيها مصباحين المصباح الأول مئة وات والمصباح الثاني ستين وات وصلناهم على التوالي نلاحظ إضاءة مين هنا أثر ممتاز اللي هو ستين وات في دائرة التوالي لكن لما وصلناهم على التوازي بارك الله فيكم إذن أصبح سطوع المصباح الذي قدرته مئة وات هو الأكبر إذن فعلا تختلف التوصيلات على التوالي وعلى التوازي في كيفية تأثيرها على في دوائر الإضاءة عندنا التمرين من مصادر الفصول يقول لك ما نوعد دائرة التي يمثلوا مخطط بإذن الله تكونوا نتحلون شكل سريع الأسئلة سهلة دائرة واضح فيك هذا مسار للتيار ممتاز إذن دائرة التوازي ما عدد المسارات عندنا هنا أي وواحد واثنين وثلاثة إذن راح يكون فقرة بي كيف تحسب التيار الكلي في هذه الدائرة التيار الكلي يساوي هل هو يساوي متوسط التيارات المتدفقة أم طرح التيارات أم جمع التيارات المتدفقة في كل مسار أم لا يمكن حساب التيار قمنا بعملية بارك الله فيكم جمع هذه التيارات إذا وزيلت المقاومة 10 أوم من الدائرة فأي مما يلي لن يكون صحيحا لا يتغير التيار المتدفق في المقاومة 20 إذا إذا زلنا 10 أوم لا يتغير التيار المار في 20 بارك الله فيكم عبارة صحيحة طيب سيتغير مجموع التيار في فروع أو مسارات الدائرة إذن مجموعة المجموع التيار الكلي بارك الله فيكم إذن سوف يتغير إذن سيتغير التيار متدفق في مقاومة 50 هل يتغير التيار عندما نزيل 10 أوم بارك الله فيكم لن يتغير إذن راح يكون فقرة أحسنتم D سؤال رقم 18 أي مما يلي يعد صحيحا بالنسبة للدائرة عندي فقرة A تكون المقاومة المكافئة لهذه الدائرة أقل من 10 أوم طبعا المقاومات 10 أوم و50 أوم و20 أوم المقاومة المكافئة أقل من العشرة يعني أقل من أقل مقاومة مفردة فقرة B R تساوي RA زائد R1 زائد R2 زائد R3 هل هي توصيل على التوالي؟ بارك الله فيكم على التوازي إذن العبارة B غير صحيحة C R يساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 بارك الله فيكم غير صحيح المفروض نكتب 1 على R يساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 وليست أيضا الضرب إذن عندنا الصحيح بارك الله فيكم إذن مقاومة المكافئة دائما أقل من أي مقاومة مفردة إذن راح تكون أقل من العشرة أوم إذن الإجابة فقرة A أحسنتم طيب تطبيق من الأسئلة التحصيلي ثمان مقاومات متماثلة قيمة كل منها 24 أوم تشكل دائرة كهربائية على التوازي المقاومة المكافئة لهذه المقاومات نجمع ولا ناخذ المقلوب ممتاز ناخذ المقلوب إذن 1 على 24 كم مرة؟ أيوة 8 مرات بما نقول 1 زائد 1 زائد 1 ثمانية مرات إذن راح يكون أيوة 8 على 24 وعشرين هذي R ولا 1 على R؟ بارك الله فيكم هذي 1 على R إذن الـ R ثمانية أيوة ممتاز 24 على الثمانية اللي هي تساوي الـ R كم عندنا إذن الإجابة؟ بارك الله فيكم 3 أوم طيب نجي السؤال الثاني خمس مقاومات موصلة على التوازي إذا علمت أن فرق الجهد بين طرفيها 4 فولت إذن فرق الجهد 4 فولت وموصلة على التوازي ماذا نلاحظ على فرق الجهد إذا كانت دائرة توازي؟ ممتاز يبقى نفسه ثابت إذن راح يكون بارك الله فيكم 4 فولت إذن إجابة فقرة جيم إذن هنا في درسنا لهذا اليوم تعرفنا على مجزي الجهد وتطبيقاته تعرفنا على دائرة التوازي واستنتجنا قانون المقاومة المكافية وقانون التيار في دائرة التوازي نرجو لكم المتعة والفائدة لاستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة